خرج بوعود كبيرة رماها على سمع من قال إنهم يتنفسون كرة القدم وعد سيد كأس العالم الجديد عشاق اللعبة باستعادة احترام أضاعته الفيفا فجر جديد تعهد به جياني إنفانتينو وهو يعلم جيدا أن الليلة قد يكون طويلا بمائة وخمسة عشر صوتا فاز السويسري جياني إنفانتينو برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليخلف بذلك سبب لتر الذي اعتلى عرش الجهاز التنظيمي لأشهر رياضة في العالم لسبعة عشر عاما إنفانتينو أكد بعد فوزه نيته تغيير صورة الفيفا التي هزتها سلسلة الفضائح المتتالية على مدار السنوات الماضية متعاهدا ببذل كل جهد من أجل إصلاح سمعة الاتحاد ابتداء من اليوم سأبدأ بالعمل لأن هناك الكثير مما يجب فعله هنا في الفيفا وأنا مسرور بأنني سأبدأ اليوم مهمة إنفانتينو على رأس الفيفا لن تكون سهلة فالاتحاد عانى في عهد بلتر من سوء إدارة للأموال وما رافق ذلك من أزمات فساد طالت كبار المسؤولين فيه وأرهقت ميزانيته التي تكبدت في العام الماضي أول خسارة لها منذ عام 2001 خسارة وصل حجمها إلى 100 مليون دولار وسهم فيها بشكل كبير انخفاض عائدات الرعاية فالاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه اليوم أزمة انسحاب عدد من رعاة نهائية كاس العالم نتيجة فضائح الفساد وهو يسابق الزمن من أجل تأمين العائدات اللازمة لانعقاد نهائية كاس العالم في روسيا في 2018 إذ تبلغ الفجوة التمويلية للحدث الكبير اليوم أكثر من 550 مليون دولار بينما تربط لجنة الرعاوة على رأسها كوكاكولا وفيزا وماكدونالدس استمرارها في دعم الفيفا بإدخال إصلاحات جذرية على عمله تؤمن الشفافية والمحاسبة والإنفاق العادل للأموال المجمعة وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر مؤسسة غير ربحية لأن العائدات التي حققها ما بين عامي 2010 و2014 تجاوزت الخمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار عائدات أتت بشكل رئيسي من بيع حقوق نقل مباريات كاس العالم إلى القنوات التلفزيونية إضافة إلى المبالغ الهائلة التي يسددها الرعاة